موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من القرآنيات أهلا بك يا أخي مالك أهلا بك يا أخي مالك أخي مالك إيه الإشكالية اللي حصلت أثناء تدوين آية الكنز اللي هي موجودة في صورة التوبة 34 في الحقيقة خلينا نقرأ مع بعضنا الآية ونلحظ الإشكالية يا أيها الذين آمنوا الآية موجودة على الشاشة يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرحبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله أيها يتابع الكلام والذين يكنزون الذهب والفضطة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صار في نقاش بين المسلمين الأول قالوا أني هذه الآية تحرم الكنز إذن من نوع تحريم الكنز على المسلمين ولكن مجموعة من المسلمين من ضمنهم عثمان بن عفان من ضمنهم معاوية بن أبي صفيان قالوا لا تحريم الكنز في الحقيقة لا يتعلق بنا نحن المسلمين الكلام هو الحديث الآية كلها عن الأحبار والرهبان فإذن تحريم الكنز متعلق في الأحبار والرهبان ولا يخص المسلمين بأي شيء من الأشكال قالوا هذا الكلام ثم لما اتخذ عثمان بن عفان قرار تحرير المصحف الكتاب الوحي الكتاب الذي أفعل ليس كتاب الوحي ولكن الكتاب الذي قاموا في كتاب المصحف حسب طلبة عثمان قالوا طيب دعونا نحذف حرف الواو لماذا ترفعوا حرف الواو قالوا بما أني نحن نعتقد بما أني نعتقد أن الكلام يتعلق بالرهبان والأحبار حرف الواو إذن تعمل التباس فلنقول إذن أن كثيرا من الأحبار والرهبان اللي يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الذين يكنزون زهب الفضة كل الكلام هوه يبقى موجه للأحبار والرهبان ولكن طلع الشخص هو أبو زر الغفاري اعترض هذا الموضوع طلع الشخص اسمه أبي بن عبي كعب قال هذا الشخص أني أنا برفض أني ترفع حرف الوا أني لو رفعتها أو أزلتها من المصحف أنا سوف أشهر سوفي ولا عليكم الحرب هذا الكلام موجود في الدر المنسور للسيطي في تفسيره على الآية رقم 34 عندما نراجع هذا الخبر يعطينا الخبر ومصدر هذا الخبر يقول بأن أبي بن كعب قال بأنه إياكم أن تزولوا حرف الوا هذا الكلام يتعلق بالمسلمين وبغير المسلمين وليس بالأحبار والرهبان إذا أزلت حرف الوا فأنت شوحتوا الآية وخليتوا الكلام كله يخص الأحبار والرهبان وهذا تشوي أنا أحذركم منه الخبر موجود في الدر المنسور للسيطي وقال لهم أني سوف أشهر عليكم سيفي لأنه تغيير حرف الوا يعني التغيير المضمون الآية والتحريف الخطير في القراءة هل هناك قراءات فيها؟ نعم يوجد فيها قراءات لدينا قراءة كمان تقول أني أزلت حرف الوا وقراءة هي العمل بين إيدينا وفي عندنا كمان قراءة موجودة في كتاب الخطيب القراءات الخطيب تقول القراءة نحن هنا تقول أني في قراءة أغدت بنفس الاتجاه قراءة الجمهور والذين يكنزون هذه الشاشة وقراءة طلح ابن مصرف الذين بغير وا والمعنى كما يقول الشارح الخطيب في القراءات في معجم القراءات قراءة الجمهور عام وهو يندرج في من يكنز من المسلمين هو مبدأ عام يدخل المسلمين قراءة ابن مصرف الذين بغير وا هو الظاهر في كونه من أوصاف من تقدم بشكل عام هو المقصود فيها فقط الأحبار والرهبار ويحتمل ربما استئناف أو يجمل استئنافية وتقصد فيها العموم بشكرك جدا أخي مالك بشكركم أعزائي المشاهدين ونشوفكم في حلقة جديدة من قرآنيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر